هذه أبرز العناوين الجامعة والعصبة تتوعدني حمزة برزوق بالمتابعات القضائية لا يصدق مدرب اليونايتد يفجرها بتصريح مفاجئة على حكم زياش بعد تألقه التاريخي بالمباراة ثلاثة منتخبات تطلب مواجهة الأصود قبل الكن والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الجامعة والعصبة تتوعدني حمزة برزوق بالمتابعات القضائية أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا مشتركا على إسر مواصفة بتصريحات لا مسؤول والافتراءات التي أدل بها لاعب المنتخب الوطني السابق حمزة برزوق وكددت البلاغ أن تصريحات التي أدل بها حمزة برزوق الذي يشتغل بمحطة راديو مارس الإداعية كمحلل في أحد برامجها بخصوص طريقة عمل واختيارة الناخب الوطني والإدراكراكي للعاب المنتخب بشأن لعب البطولة الوطنية ومدى تأثيرها على توقف مبارية العصبة الوطنية الاحترافية القسم الأول لا تستند لأي أساس منطقي أو واقعي واشددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إدنتهما لمثل هذه التصريحات معتبرة إياها تسئ للشخص نفسه قبل أن تسئ للمنظومة الكروية بجامع مؤسستها وأكدت جامعة كرس القدم أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المساطر القانونية في حق كل من تخول له نفسها المساسها بسمعة المنتخب الوطني بقيادة المدرب والإدراكراكي وطاقمها الذي يستعد بكل جدية للأستحقاقات القادمة وكان حمزة بورزو قد انتقد والإدراكراكي بالسبب استدعائه لثلاث لاعبين من نادي الويدات رياضية ما تسبب في توقف البطولة الاحترافية متسائلا في ذات الوقت عن جدوى استدعائها أولئي اللاعبين دون إشراكهم لا يصدق مودريبو ليونيتد يفجرها بتصرح مفاجئة على حكم زياش بعد تألقه التاريخي بالمباراة الشهد الهولندي إيركتينهاك مودريبو مونشستر يونيتد بالأداء الرائع الذي قدمه الدولي المغربي حكم زياش لاعبو غلاطسرايا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء ضمن مرحلة مجموعات دور أبطال أوروبا وانتهت المباراة بالتعادل بثلاث أهدف مثلها والسجل زياش هدفين وصنع أخر ليقود غلاطسرايا للتعادل بعد أن كان متأخرا بالتنائية النطيفة وقال تنهك في المؤتمر الصعف الذي عقب المباراة حكم زياش لاعب رائع للغاية ومن الصعب إيقافه في الملعب إنه يمتلك إمكانية كبيرة تجعله يصنع الفريق في أي وقت وأضف لقد كان لاعبا مهما للغاية بالنسبة لنا في آيكس وكنت سعيدا برؤيته يلعب بهذا المستوى الرائع اليوم وصبق لتنهك أن درب الزياش في آيكس مستردام حيث لعب معا لمدة موسمين وحقق العديد من الألقاب أبرزها لقاب الدور الهولندي ولقاب كأس هولندا وتعد هذه الإشادة من تنهك بمثابة دفعة معنوية كبيرة لزياش الذي يسعى لإعادة نفسه إلى الواجهة بعد موسم مخيب للأعمال مع تشيلسي ويأمل زياش أن يتمكن في إتباة نفسه مع قلط سرايا وأن يجذب أنظار الأندية الكبرى مرة أخرى طلبت ثلاث منتخبات إفريقية مواجهة المنتخب الوطني استعداد لنهائية كأس إفريقية للأمام التي تستضيف الكوديفور في يناير وفبراير المقبلين وكشف مصدر المسؤول أن غيني الاستوائي ومالي وغيني كونكري طلبت مواجهة المنتخب الوطني في يناير المقبل قبل التوجه إلى الكوديفور لخوض نهائية الكان وأوضح المصدر ذاته أن الناخب الوطني وليد الكراكي يمتظر الاجتماع بفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرس القدم للحسم في المنتخبة التي سيواجهها الأصود قبل كأس إفريقي للأمام وكذلك ما كانت تجمع الإعداد الأخير للأصود يشار إلى نقوعة كأس إفريقي للأمام أوقعت المنتخب الوطني بالمجموعة السادسة إلى جانب طنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية هوبير فيلود المنتخب المغربي بعيد في مستوى عن المنتخبات الأخرى أشهد هوبير فيلود مدرب منتخب بوركنافاسو بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي إلى جانب كل من مصر والجزائر والسنغال قبل انطلاق منافسات كأس إفريقيا وقال فيلود في تصريح خاص به كورابلس أقوى الفرق في القارات الأفريقية هم منتخبة مصر والمغرب والجزائر والسنغال وأرشح أحدهم للحصول على لقب بطولة الأمم الأفريقية وأضف هؤلاء المنتخبات بعيدون في مستوىهم عن المنتخبات الأخرى يذكر أن المنتخب المغربي وقع في المجموعة السادسة من كأس أمام أفريقيا والتي تضم كل من طنزانيا والكونغو والزامبيا رئيس نادي باتشوك المكسيكي كرة القدم المغربية تقود نهضة كروية في القارات الأفريقية أشهد رئيس نادي باتشوك المكسيكي لكرة القدم أرماندو مارتينيز باتينو بالقافزة النوعية التي شهدتها كرة القدم المغربية والتي تقود حاليا نهضة كروية بالقارات الأفريقية وقال رئيس نادي المكسيكي الذي يلعب له الدولي المغربي أسام الإدريسي أن الأداء المبهر للمنتخب المغربي لكرة القدم في موندي القطر 2022 وإنجازات المنتخبات والأندية المغربية في عدد من المنافسات تؤكد التطور الذي شهدته كرة القدم المغربية على مستويات عددة وفي تصريح لوكلة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء مع السفير المغرب بالمكسيك أبرز السيد مارتينيز باطينو أن هذا التقدم يعكس الجهود المبدولة على مستوى التكوين في الأندية والمراكز المتخصصة وأيضا استراتيجية تطوير كرة القدم التي آت اتمرها في السنوات الأخيرة مؤشدا بالدور الهام لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم في تكوين جيل جديد من اللاعبين المحترفين وبالمناسبة استعرض صفير المغرب بالمكسيك أهم الاستراتيجية والأوراش الرامية إلى تطوير كرة القدم المغربية تجسيدا للرؤية السامية لصاحب جلال الملك محمد السادس للنهوض بالرياضة الوطنية وأكد ديبلوماسيا أن هذه الجهود عززت ثقة المؤسسة الرياضية الدولية في المملكة التي حضيت بتنظيم كأس العالم لكرة القدم إلى جانب إسبانيا والبرتغال في عام 2030 وعدد من التظاهرات القارية والدولية وتم تتويج نادي باتشوكا الذي تأسس في عام 1892 بمدينة باتشوكا في ولاية هيدالغو على بعد 94 كم عن مكسيكو سبع مرات بلقب الدور المكسيكي الممتاز وحاز على لقب دور عبطال الكونكاكاف في خمس مناسبة رئيس ليفركوزن يرسل الفيفا لمنع عدل من المشاركة في كأس أفريقيا أدلى فرناندو كارو رئيس نادي باير ليفركوزن الألماني بتصريحة قوية حول نهائية كأس أمام أفريقيا التي ستجرى شهر يناير القدم بدولة الصحيل العج وقال فرناندو كارو في تصريحة أدلى بها لقناة سبورتوان الألمانية أنه من غير المقبول إقامة كأس أمام أفريقيا وسط الموسم الكراوي من أجل تغيير هذا الأمر سوف أرسل الفيفا من أجل إيجاد صيغة قانونية لمنع اللاعبين من المشاركة في كأس أمام أفريقيا لأن هذا الأمر غير معقول تجدر الإشارة أن باير ليفركوزن متصدر الدور الألماني سيفقد خمسة لاعبين بارزين ومؤترين داخل التشكلة الرسمية خلال انطلاق كأس أمام أفريقيا ويتعلق الأمر بكلين من المغربي أمين عدلي والإفواري كوستون أوديلون والبركينابي إيدمون تابسوبا والنيجيريين ناتان تيلة وفيكتور بونيفاس هدف الفريق الألماني